تغير المستمر في أعداد الإصابات وارتفاعها عن المعهود في الفترة الأخيرة أدى إلى إعادة النظر بالتقليص ساعة الحضر حيث تجاوزت الإصابات 13 ألف إصابة الأمر الذي دعا إلى طرح مشروع إعادة الحضر الشامل سبب هذا الارتفاع في أعداد الإصابات وعدم التزام المواطنين بالوقاية من جهة والامتناع عن تلقي اللقاحات من جهة أخرى الموت بالمرض أهون من الموت جوعا هكذا هو رد فعل أصحاب القوت اليومي حينما يريد على مسامعهم احتمالية فرض حضر التجهل فلا حل بديل لهم غير العمل اليومي يخرجون منه مصرف يومهم لو عفو الوباء يتفشل والمرض يزيد ومرض السلطان بعد يعني مو هذا الوباء الكروني اللي هو فيروس ويتعالد يخليه بالشارع موجود وليه يفرض عليه ما لحضر التجوال يخليني قاعد بالبيت لأنه يفرض عليه شهر 20 يوم 15 يوم هاي 20 يوم 15 يوم عن مين راح أشتغل عن مين راح أجيب عندي مي وعندي مولد وعندي جار بيت وعندي مصرفات أطبال ويجمع الأطباء على أنه لو التزم المواطنون بالإجراءات الصحية لما تضاعفت أعداد الإصابات بكورونا ولما غصت المستشفيات بالمصابين من بغداد محمد فراس قناة التغيير